بقش معنا محمد سباح الخير أحياء تحديثي ليك ووا真کHO كل المستمعات المستمعين العامدين والاعملات في الشمس افهم أيضا سباح الحب وصباح الحب سباح لامل لكل التوانسا ليسمعوا فينا الآن وأكيد للصباح مع شمس افهم ما عنده طعم خاص شكرا جزيلا عائتيك صاحا محمد مرحبا بك ونحب نشكر في حقيقة كل مستمعات والمستمعين على التفاعل معنا في المتينال لأن اخترت المتينال في محمد بعد صديقتنا بعد تداول السلم على المتنان بطبيعة الحالة كان تداول السلم في إطارة الديمقراطية كان الحقيقة تحدي كبير ولكن على الأقل نحاول نقدم المادة الصحفية الجادة والمسؤولة برؤية نوعا ما موضوعية باحترام الأراء الكل باختلاف توجهاتها إذا تكون وفق قواعدة الديمقراطية واحترام حرية الغير كل رأي يمكن أن يكون محترم في هذا الجانب محمد محمد معاك تراجع تونس في الترتيب العالمي لحرية الصحافة بـ 27 نقطة ما بين 2022 و2023 وبـ 48 نقطة منذ سنة 2021 تقريبا لمرسلون بلا حدود أول شيء محمد يوسفي سؤال عام وهو بديهي نوعا ما ولكن شو نعلم بها حرية الصحافة الله أحيانا مالك خليني في البداية أنت عملت إشارة ففيها بس فما عاد لابد أن نكرسوها في المهنة وفي القطاع وأنه الناس كيتشتهد وكيتتعب وكيتثني الركبة يزمنا نثمنوا الخدمة هذه ونشكرها لأنه اليوم باشتعمل منبر أعلامي متوازن مستقل يخاطب عقول الناس لا يخاطب غرأز الناس أعلام يقوم على الإنارة للإثارة ليس حاجة سهلة وهذه الحقيقة المسته في تجربتكم في الماتينال خاصة في الأشهر الأخيرة مع كنتيو وهذا ليس رمي ورود من زميل لزميله كلمة حق يجب أن تقال الماتينال في الأشهر الأخيرة الأخيرة في مشهد سياسي صعب جدا العمل فيه وتعرف برشة زملاء منهم هنا اختاروا أنهم يعملوا باتتالي لأن المشهد هذا المتجمش تخدم فيه صحافة حرة ومستقلة بياتب معنا الكريمة فالتحية لكم على الجهود شكرا جزينا سليم بن قاسم ورفيق ديجي وكل الفريق رغم الظروف الصعبة موش في البلاد حتى في شمس فموتوينس الكل يعرفوا وضعية شمس في الأشهر الماضية وفي السنوات الماضية وضع حرية العلامة اليوم وطرح هذا السؤال الغبي الأحمق أنا نعتقد أنه يعني مسألة مسألة يعني شكرا جزينا بها حرية الصحافة حرية الصحافة هي المواطنة حرية الصحافة هي الشفافية حرية الصحافة هي ديمقراطية حرية الصحافة أنه توينسي يعيشوا بكرامة في بلادهم حرية الصحافة أنه المواطن كي تظلم يجي لملك الخالدي محمد اليوسفي بيش يدافع على حقه وبيش يوصلوا صوته بيش كي بوليسي يتعدى عليه عنده منبر إعلامي نجم يوصل بيش كي قاضي يظلموا في قرار قضائي يلتجأ لوسائل الإعلام بيش وسائل الإعلام تصلت ظه على القضية متاعه بيش كي سياسي يكون فاسد أو سياسي مشعوذ أو سياسي ما عنده حتى برنامج ومتحيل على التونسيات والتونسيين الإعلام الحر والمستقل هو الذي ينير الدرب وهو الذي يكون في قلب النقاش العام فبالتالي نعتقد أنه طرح مثل هذه الأسئلة هو تجديف إلى الخلف ونقوس إلى الخلف لأنه نعتقد أنه فيئات كبيرة من التونسي اليوم أصبحت وعية بقيمة وأهمية حريط الصحافة لتشهد انتكاسة حقيقية في عهد دولة السقوط المحق ولكن اليوم الصحافة في تونس منذ 2011 لعبت دور مهم أم لا محمد وفي أي الاتجاهات لعبت هذا الدور هل هناك من الوسائل الإعلامي اللي دخلت فيها اللعبة السياسية وفي دعم طرف على حساب طرف آخر لهنا نقطة استفهام كبيرة في هذا الجانب وضروري من النقد الذاتي للقطاع بصفة عامة شوف بداية لنتفق الحرية أولا الحرية أخيرا إذا كان نحب نصلحه الإعلام نجيبش تصلح الإعلام في مناخ غير ديمقراطي في مناخ غير تعددي في مناخ استبدادي فإنه فما أخطى فما نقايز فما الشريضة فما أزم الثيقة مع الجمهور فما بعض المنتسبين والمنتسبات لوسائل الإعلام عندهم مشكلة مع أخلاقية المهنة فما تشكيك في مصدقيتهم في استقلاليتهم في أدوار قاعدين يقوموا بها هذا يميز موش يغطي الوجه الإيجابي لمشهد أعلامي فيها الكثير من الصحفيات والصحفيين المستقلين بأتم معنى الكلمة فيه برشة وسائل إعلام كما شمسة فام وغير شمسة فام اللي يعملوا في أعلام القرب يعملوا في الصحافة الجادة يخدموا على دقة المعلومة يخدموا على التوازن يخدموا على التعددية السياسية والفكرية في البقاء ما يخدموش على التفاهة والرداءة فبالتالي الحرية أولا أنه فما إشكاليات في علاقة بوضع الإعلام لا يجب أن تبرر الوضع الذي وصلنا له اليوم في علاقة بالتشريعات في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الإعلام رأى الناس تعتقدوا أنه ماي القصوري في شمسة فام كي تحكي وبعض نشوفها أحدى سي بودربالة تمثل الإعلام وهي لا صفة صحفية لها مع كل الاحترام والتقدير لها الإعلام رأى بيئة كاملة منظومة كاملة أنت كنت تشكر في الزمالات والزملية في الكواليس لأنه فريق كامل يخدم معاك باش أنت يتوصل الصوت في نهاية الأمر فبالتالي البيئة كي تبدأ متعفنة وفازدة وما فيهاش الحد الأدنى من ظروف العمل النزيه المستقل العمل اللي يكرر صحفة الجودة طبعاً مش يكون فهمة إشكال في علاقة بالأداية الأعلامية بعد الفاصل وقتين نحكيه على تراجع تونس منذ سنة 2021 إلى سنة 2029 بـ 48 نقطة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة من يتحمل المسؤولية كل هذا؟ والسؤال ذا جاوبنا عليه بعد الفاصل شامس شكراً للمشاهدة نقش معنا مازلنا متواصلين في التحليل والنقاش مع الصحفي محمد اليوسف 17 صحفي ملاحق قضائياً اليوم بمرسوم 54 وبغير المرسوم 54 شكو يتحمل محمد اليوسف يتراجع في 48 نقطة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة أرى مثال تقريبي لتونس البرازيل كانت معه لولا قبل ما يخرج من السلطة كانت ترتيبها يظل 54-57 شيء من هذا القبيل مع الشعبوي التافها بولس ونارو فاتت لمياه في ترتيب حرية الصحافة واليوم فم أمال بعد عودة لولادا سيلفا للسلطة في البرازيل أن السياسات الاجتماعية ترجع الديمقراطية العقلينية ترجع واحترام حرية العالم وحرية الصحافة ترجع في تونس من يتحمل مرسولات؟ في تونس السلطة السياسية بدون أدنى شك يعني هذه مسألة بديهية في نهاية الأمر كتشوف أنت الباجي قاية سبسي بماضيها البورقي بيقولوا عليه اللي تحبوا المرزوق يقولوا عليها أصدقاء سوريا قولوا عليه اللي تحبوا مؤشرات حرية الصحافة في ذلك العهد مع الباجي وأيضا مع منصف المرزوقي كانت أفضل بكثير من اليوم مع النهضة ومع الترويكا ومع منظومة توافق المخشوش بين النهضة والنداء بما سواءها الكل وضع حرية الصحافة وحرية العلم وحرية التعبير كان أفضل بكثير اليوم ما عاش فقط منتهكة فقط حرية الصحافة حرية التعبير كنا نحكيه على كتابية صنصر ولكن شيطانة الصحفيين والقطاع الإعليمي كل بدأ من 2011 وبالأحزاب السياسية بطبيعة الحال شكون خرج محمد أعليم المجاري وعليم العار وغيرها من التوصيفات الغير اللايقة ما هي مالك هي كرة الثلج كرة الثلج يعني نذكر الاعتسام بالتعييس اللي صار في التلفزانة ذلك محاولة الصطو على التلفزانة التونسية من قبل أنصار حركة النهضة نذكر أيضا ما قام به من تخريب يوسف الشهد وحكومته لقطاع الإعلام بسياسات من شخص ربي معاه هو موجود في الخارج وفي ظروف ملاحقات قضائية ما نحبش نرجع له لأنه أنا قدت وكتبت فيه نصوص وقد كان هو مستشار علامي في القصبة مع يوسف الشهد ومع غير يوسف الشهد والكثير من الزملاء نذكره يبندروله أيضا تحلقني على على مفدي المسدي لأنه عراب المرحلة مفدي المسدي عراب المرحلة واجهو انتقاداتي لا صديق لمفدي المسدي في علاقة بهذا تاريخ يعني تاريخ يجب أن يكتب وأن وأن يناقش أيضا في علاقة بالتعيينات في الأعلام العمومي في علاقة بالاختراقات اللي صارت لقطاع الأعلام الخاص اليوم السلطة السياسية رأسا بالمرسوم 54 بالتعتيب ما لك نحكي لك حاجة أنا أصبحت شبه يأس أنه الدولة بنك مركزي وزارة داخلية وزارة تجارة ونحكي لك حاجة وزارة الفلح حاجتي بتصريح من ما سقول في علاقة موضوعي بالنسبة لي أنا مهم بالنسبة للدولة هذه يعتبر تافة لأن هذه الدولة تافة وهذه المنظومة السياسية التي تحكم تونس مناخية طلبت السيد قال لي أطلب المستشارة الأعلامية المكلفة بالأعلام طلبت المكلفة بالأعلام قال لي لأ ما ينجمش يخرج هو كونش ما تبعث لي طلب ونعديه على مكتب السيد لوزير السيد لوزير اللي جاي من المؤسسة العسكرية اللي ما رشش معناها حرية تعليم وحرية صحف لليوم ما جاوبناش على طلب إجراء مقابلة صحفية متاع أربع ساعة في موضوع متعلق بالتغيرات المناخية فماذا كان نحلوا دوسيات متاع فساد دوسيات متاع اقتصاد الريع دوسيات متاع منظومة القروض الفيزدة اللي يخذوا بها أناس لعينهم وما إلى غير ذلك وقص عليه هذا مناخ عام وهذا لا يمنع أنه قاعدين حاولوا على الأقل يوميا في الحصول على المعلومة والعديد من المواسسات العمومية قادت فعل معنا متنو ساعة وخمسين اعتداء على الصحفيين سواء انتك تطلب رئيسة سمح لي لا أنا جا مش نقفز عليها لحظة بركة نجيك تطلب الآن رئيسة الجمهورية بيش تدخل بيش تعلق على ما ورده في هذا التقرير تلقى شكوني خاتبك في رئيسة الجمهورية لحظة بركة محمد بعد اذنك متنو سبعة وخمسين اعتداء على الصحفيين تلاتة وستين بالمئة منها منع العمل هناك رصد لإحالة لصحفيين على قانون الإرهاب أربع الشيكيات من وزارة على معنى المرسوم أربع وخمسين برهم برح آخرهم زمينة أمين الضبايبي إحالة تسعة صحفيين على المجلة الجزائية وهناك أيضا خروقات في التعتيم على المعلومة هذا هو أعطيتك إيجاب البسيط هاو نهزوا تليفون تذكر خدمنا قبل خدمنا وقت الترويكا في أوج استهداف الأعلام وخدمنا وقت منظومة التوافق المغشوش في أوج محاولة اختراق الأعلام وإغراقه بالعطايا والهدايا وما إلى غير ذلك وقومنا تلك المنظومات نجيه لمنظومة قاية السعيد اليوم الآن هاو نزوم أنا ما يسيرش في الأعداد قولهم قطلب وريست الجمهورية سي وريد الحاجين ما أول حاج قال لك ما عاش عندي حتى صفة في علاقة بالأعلام قال لك أنا راني مرحق ديبلوماسي الآن في رئيسة الجمهورية أو في القصبة أو حتى في البرلمان رئيسة الحكومة وين في هذا الكل رئيسة الحكومة نجلة بودن عنا برشة ما اسمعنا هيش هي ما تكلمتش نجلة بودن لا ما اسمعنا هيش عنا برشة السيدة التي لا تتكلم هي كوش الرئيسي تتكلم وهي تقطع الرأس هذا هو المشهد الحالي وإذا بالنسبة لي أنا في تونس التقدمية تونس اللي تقود فيها المرأة في الشارع في المعمل في وسيلة الإعلام في المحكمة في كل مكان في الميترو وين تحب أنت تلقى حضور بارز للمرأة التونسية وحضور فاعل في المجتمع للأسف السيدة نجلة بودن اليوم تعطي صورة سيئة عن المرأة التونسية ومن يتحكم في هذه المنظومة الرئيس قيس سعيد ومن خلفه في الكواليس الناس لتحرك في القضايا هذه كما السيدة وزيرة العدل اللي يفترض مرأة قاضية وتعرف شنو فقه القانون وروح القانون والقوانين التي لا تنتصر للحرية بئس هذه القوانين والسياسي الذي لا ينتصر للحرية ما قاله مزبلة التاريخ فبالتالي وزير شؤون الجنية اليوم يشكي بمحمد بوغاليب مونيا عرفاوي وزيدهم الأمين الضبايبي نحب نعبر على تضامني مع كل الزميلات والزملاء وخاصة الأمين اليوم اللي التحق بالقائمة وهذه فضيحة يعني في نهاية الأمر صحافي يخدم في خدمته وثم سمحني سيد الوزير هذي شنو هو ما فهمتوش أنا وزير فيش مختص بضبط هل هو يخدم نهار كامل عام القضاء فيسبوك يتبع في الناس يشتكتب هل هو لهي بشؤون الدينية هذا الوزير العجيب الغريب حقيقة والمشكلة وين هي عقلية في كل الحكومة لأنه ما تختلفش عليه سيدة وزيرة العدل والحقيقة اليوم خلينا نقولوها بسراحة وكل الصحفيات والصحفين الأحرار الأحرار وأشدد على الأحرار هما مشاريع مساجين رأي وهما مساجين في حالة صراح لأنه في كل وقت ما تعشى السلطة هذي كيفش تلفق القضية تعشى السلطة هذي كيفش تشوك تسايب عليك الميليشيات الفيسبوكية وبالمناسبة ومش فقط السلطرة لأنه عندنا جزء من السياسيين في الضفة المقابلة في المعارضة لا يقلونا رداءة عن السلطة السياسية في تمثلها لحرية الأعلام وتعاطيها مع حرية الأعلام الدستور التونسي لسنة 2022 الفصل 37 حرية الرأي والفكر والتعبير والأعلام والنشر مضمون لا يجوز ممارسة رقابة مسابقة على هذه الحريات الفصل 38 من الدستور تضمن الدولة الحق في الأعلام والحق في النفاذ للمعلومة تسعى الدولة لضمان الحق في النفاذ لشبكات الانتصال هذا دستور أعلى هرم في تنظيم القوانين في كل الدول وتحية الله يرحمه كل سن كحتنا هذا الهرم تفضل محمد كنو قبل حرية التفكير ولا حرية التعبير هذا السؤال تتسائل عليها السلطة السياسية وجوبتك عليه محمد جهات أزعور صندوق النقد دولي يوشك على تأمين تمويل تونس كنا بحاجة لضمان وجود تمويل كافة للبرنامج وجود الخبر السار هو أننا أوشكنا على الانتهاء أخيرا الحصول على القرض باتة وشيكان هذا التصريح لجهات أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد دولي نسمعه هذا التصريح اللي يجي لبرح من قناة الشرق اللي فيها جرعة أمل حول حصول تونس على هذا القرض نذكره أنه معنش بلومبي إذا ما نتحدثوش على هذا القرض حسب وزير الاقتصاد نسمعه تصريح جهات أزعور برامج اللي هي وضعت بالتنسيق مع معنى اللي هي قامت فيها الحكومة تحدث بما يتعلق بتونس بيه الدورة الاقتصادية خلق فرص عمل خاصة أنه خلال الثلاث سنوات الماضية مع أزمة جائحة الكورونا وما تبعها من أزمات كان هناك تأثير على حركة النوم لا صندوق النقد متل ما بتعرف حضرتك يعني دوره بالمنطقة كبر كتير ومساعداته ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضية أمن الصندوق حوالي ثلاثين مليار دولار تمويل بالإضافة إلى خمسين مليار اللي هي سيولة من خلال وحدات السحب الخاصة ومستمر بمجموعة من البرامج مع المغرب مع مصر مؤخرا عم نحضر برنامج مع تونس موقف الصندوق واضح موقف الصندوق من تونس وموقف شراكي على أكتر من عشر سنوات خلال هذه المرحلة أمن الصندوق من خلال مجموعة من البرامج الدعم لتونس المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وأيضا القيام بمجموعة من الإصلاحات وبمراحل صعبة إن كان بمرحلة جائحة كورونا أو بمرحلة اللي كان فيها تشنجات وضعته السلطات التونسية بالتنسيق مع السندوق والعمل يجري حاليا بالتنسيق مع السلطات التونسية على هدفين التحضير لإطلاق البرنامج وأيضا تأمين الدعم التمويل للألو من قبل السندوق بالطبع وأيضا من قبل مصادر أخرى وهذا العمل يتم بالتنسيق مع السلطات التونسية إذن هذا تصريح جهاد أزعور كما يقول الخبر السار هو أننا أوشكنا على الانتهاء وأخيرا الحصول على القرض بيت وشيكان محمد سيين أنتوين الملف ذا سيين بنسبة لتونس قريبا الحصول على هذا القرض بكتعرف المواطفين العمومي أنت عندهم سؤال دي نظرا الوضعي الاجتماعي بتاعهم صبوا ولا ما صبووش هو لما حالا حتى احنا نخطوه في القطاع الخاص كيف كيف لما حالا الشهرة احنا ولينا صح ولا ما صحوش ما ناديش شعار المرحلة شوف القاسي وديني يعرف وانه صندوق النقد الدولي اشترط أنه رئيس الجمهورية أعلى هرام السلطة يوقع لأنهم ما عندهم شثقة في خيارات وسياسات وتوجههات القيادة السياسية الحالية لأنه كنهار يسمعوا تصريح كنهار يسمعوا موقف يوقع بمعنى التوقيع أو التزام التزام رسمي في تصريحات أو في مكتوب أولا أنا كتونسي ما نفرحش كي ناخذوا قرض من صندوق النقد الدولي بش كونوا واضحين يعني وبئس الوقت اللي التوانسة واليوم يستبشروا بقرض مش نرهنوا به الأجيال القادمة بقرض مش يكون فيه إجراءات لا شعبية لا ديمقراطية إجراءات لا تخضع لنقاشات ديمقراطية في البلاد اليوم كل شيء يتعدى في المهموتة كل قطوص في الشكارة للأسف ونسمعوا في تصريحات من ما وراء البحار يعني قناة الشرق تحية بالمناسبة لزميننا ماك هليري اللي يختم فيها اللي هو أعلمي تونسي بيرز قناة الشرق رهي مقرها في دبي تمنينا أنه نسمعوا معطيات من حكومتنا في تونس موش من دبي جينا المعلومة ولا من نيويورك ولا من واشنطن ولا من بروكسيل ولا من أي مكان كانوا هذين موضوع حرية التعبير وحرية قضية مصيرية اليوم لا تناقش في تونس نرجع للمعلومة والتحليل حكوء الصندوق النق الدولي اشترط توقيع رئيس الجمهورية كضمانة لهذه الإصلاحات لأنه يعرف الرجل القوي في منظومة الحكم الحالية هو قيس عيد ومنظومة مبنية على شخص برحيل هذا الشخص يتداعى البناء برمته فبالتالي اليوم إذا كان فما تقدم الحقيقة ما نعتقدش فما تقدم كبير لا لي شيء لأنه رئيس الجمهورية واضح تقعد يقول هناك تقدم نحكي السلطات حققت تقدما فيما نسميه الإجراءات السابقة سمعت أنت كي رئيس الجمهورية بشهل مكتبة الكتاب وبعد تعدى لقدر نشر تونسية كيفاش يشبت قال هذه كانت مؤسسة عمومية منشأة عمومية قالوا مش يصلحوها هاي ولت خراب في إشارة لصندوق النقد الدولي وسياسات صندوق النقد الدولي وما صار من إملاءات سابقة نورينا النتيجة في نهاية الأمر فموقف الرئيس في تقديري أنا مازال لم يتزح وواضح بالنسبة لي لا إكرهات ولا إصلاحات مملت من الخارج رغم أنه إلى حد الآن هذي لم يعبر عنه صراحة بشكل واضح في الأثناء ما نعرفوش حكومة بودن وين وصلت في المفاوضات في نهاية الأمر نعتقد أنه الملف هذي سيتحول إلى مسلسل مكسيكي هو تحول دجاه وننتظر بين الحين والآخر تساعد الدخان الأبيض هل سيتساعد هذا الدخان نعم أم لا هذي يجاوبنا عليه حكومة بودن موش ناس أجانب يقول جهات أزعون خطير جدا حكومتنا صامتة رئيسنا صامت وناس من برها تحكي على مصير خطير جدا يتعين الانتهاء منها يتحدث هنا على التزام رئيس الجمهورية توقيع رئيس الجمهورية تقصد؟ واضح كل الناس المطلع على هذا الملف يقول لك محتاجين صندوق النقد دولي اشترط توقيع رئيس الجمهورية كضمانة حتى تنفذ الإصلاحات المملات من قبل صندوق النقد الدولي اليوم واضح وأنه فمى إشكال حقيقي بين الرئيس والحكومة بين الرئيس وصندوق النقد الدولي في غياب الشفافية في غياب المعلومات في غياب النقاش الديمقراطي نعتقد أنه هذا كارثة أخرى من الشين فيه شكرا جزيلا محمد اليوس في الصحف اعتك صحف التحليل والنقاش اشتركوا في القناة